اصدرت محكمة الجيزة حكما بحبس الرقصة جوهرة لمدة عام مع الشغل والنفاذ بعد صدور اتهمها بالتحريض على الفسك والفجور تقدمت جوهرة بمعارضة على الحكم لكن تم رفضها وتبحث الآن قوات الشرطة عن الرقصة الروسية بعد ان ترددت انباء عن هروبها ونقل نشاطها الى بيروت حيث انها لا يوجد لها اصل بعد ان تركت المكانة التي كانت تقدم فيه وصلات الرقص كانت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار احمد عطية كانت اجرت تحقيق العام الماضي مع الرقصة جوهرة بعد القاء شرطة السياحة والاصار القبض عليها على خلفية الفيديو الذي اصار جدلا كبيرا ووجهت لها النيابة العامة ثلاث تهم تحريض الشباب على الفسك والفجور وارتداء بدلة رأس مخلفة للمواصفات المصرح بها من السياحة علاوة على عدم حملها تصريح بالعمل داخل البلاد من وزارة القوى العاملة حيث انها حضرت كسائحة وامتهنت الرقص في مصر وذلك قبل ان تقرر اخلاء سبيلها على زمة القضية تعود الواقعة الى فبراير 2018 مع انتشار فيديو للراقصة الروسية ايكاترينا وشهرتها جوهرة وهي تركص على مهرجان لا لا ببدلة رأس غير متبقى للمواصفات ترددت انباء مؤخرا عن البلاغ المقدم ضد الراقصة جوهرة ان وراؤه الراقصة الشهيرة دينا وعبرت دينا عن غضبها بشأن الاتهامات من تقدمها بالبلاغ المزعوم مضيفة انها لم تكن تعلم بعمل جوهرة في مصر من الاساس ودي كانت لقتتنا عن صدور حكم نهائي بحبس الراقصة جوهرة وهروبها خارج مصر ورد الراقصة دينا على اتهمها بتقديم البلاغ المزعوم لو اول مرة تشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد بشكركم بالمتابعة اشتركوا في القناة